في العراق لا تلبث أن تنكفي أزمة حتى تستعر أخرى بنمط مختلف وأهداف متباينة وما إن أسدل الستار على الوزارات الشاغرة أو يوشك فإن عقدا أخرى في حبل المشهد السياسي المأزوم تزداد تشابكا وقد لا تجد طريقها للحل وزارات سيادية ومناصب رفيعة تدار بالوكالة لسنين طويلة كلفت البلاد أكثر من 350 مليار دولار هدرت عبثا بحسب النائب عن تحالف الفتح حامد المسوي المسوي أكد أن هناك توجها في البرلمان لإنهاء المناصب بالوكالة في 30 من حزيران المقبل منتقدا بالوقت نفسه غياب معايير اختيار الوزراء في حكومة عبد المهدي وعازيا تأخر استكمال التشكيلة الوزارية إلى صراع الإملاءات والإرادات بين الكتل السياسية صراع الإرادات فتح له باب آخر بالحديث عن طلب لتحالفي الفتح وسائرون بإلغاء مجالس المحافظات أو تجميد عملها لحين إجراء الانتخابات المحلية المقبلة سبب الطلب أفصح عنه النائب رياض المسعود بالقول إن مجالس المحافظات لا تؤدي دورها في مراقبة عمل المحافظ وفي أغلب المحافظات يمتلك المحافظ المال والسلطة فيستطيع أن يتحكم بالأعضاء وبالتالي لم يعد لتلك المجالس أي دور رقابي أو تنفيذي حقيقي توغل أعمق في التفاصيل يقود إلى السبب الأهم صراع المناصب فقد أكد المسعود أن مجلس محافظة بغداد يدار من حزب واحد حكم البلاد خلال السنوات الماضية في إشارة واضحة لحزب الدعوة ولذلك اتجه تحالف الفتح وسائرون لتجميد عمل مجالس المحافظات وما بين صراع على مجلس محافظة أو حقيبة وزارية انتهى الأمر بالعراق بصورته الحالية إلى دولة لا تملك من مقومات الدول على الأرض شيء سوى شعارات ووعود ومناصب اسمية بينما يقبع الحاكم الفعلي للبلاد خلف عباءة خارجية أو فوهة مندقية اشتركوا في القناة